كيف يبدأ الفيلم النقبل 80 مليون عام على كوكب الأرض كانت هذه الساعة الأرض بداية وفيها غير الديناصورات والحيوانات من قردادابا وكانت الديناصورات من فصلة طراباسور من أخطر الديناصورات هذه الوقت في واحدة الليلة كتاب من القمر وتزاد واحد من هذه الفصلة اسمه وليده سبيكرز هو كان فضولي بزاف وعزيز عليه كتشف الغابات وكان عايش مع موخه الكبير وجوج خطوته وظهرهم دائرينها في رأس الجبل لكي يبقى بعد على الخطر من أي حيوان آخر وكي يبقى دائما مراقبين لفرائزهم سبيكرز كانوا في عمره عام ومازاد صغير وليس يعرف شيء صيد ولكن دائما يمشي مع عائلته وكي يرى هم كيف يتخبعوا ويهجموا على الفريسة وكان بغي حتى هو نهار يصيد بحالهم فكيف بدأ يكبر؟ لم يبدأ تعلموا أسالي بالقتال لكي يدفع على رسول لجه شيء حيوان وهجم عليه في واحد النهار جاءوا ديناصورة من فصلة تيريكس وهجموا على فصلة طراباسور تيريكس كانوا قويين عليهم خصوصا القائد ديالهم اللي يقولوا ليهبوا عين حيث عنده غير عين وحدة فش بدأت الحرب بيناتهم كانت مشاركة حتى العائلة سبيكرز وأول حاجة وقعات أخوه مات بسبب الدفع الذي كان وتزادوا حتى أخوته التوام طاحوا من الجبل وماته ومفشفت أولادها كيموتو قدامها ومشت وغيرت تنتقم القائد ولكن كان صحيح عليها بزاف وغير يقدر يقتلها هذا شيء كله قدام سبيكرز وما كان قدر يدلوه بش دفع عليهم أو على رأسه فبقى غير مخباح تكملة الحرب وهو حزن بزاف حتى عائلته وما تسقط دامه وحزن على رأسه أكثر حتى تبقى واحد وما عنده أحد من ثم هرب الغاب يعيش فيها بوحده وقرر يقول لي قوي بشيرجع وينتقم العائلته من بعد جهز الجوع فشف الطائر الزاحف وهنا بغيز يصيده ولكن ما قدر حتى يتمندي مكان أخوته من اللي يعاونه في الصيد ثم عرف رأسه عاجز بالصح مراهام شاء البيت الطائر يأكله ولكن الطائر شاهدوا جاليه وكان سيقتله سبيكرز هرب وبقى على هذا الحالة شحل من النهار واحد من النهار سمع صد ديناصورة الفيلوس ووخه كان صغر ولكن خفف بزاف وهذا الخفة لهم كتعاونهم يصيدوا الفرائس لهم سبيكرز بقى أحدهم من البعيد لكي يتعلم منهم الطريقة للصيد وهنا شاهد واحد منهم حتى صيد فاريسة ولكن صحابوا الأخرين وصلوا معطلين عليه حيث جالت ديناصورة تيريكس وخدمته الفريسة اللي صيده ومشى سبيكرز تبع تيريكس حتى وصل إلى رأس الجبل وتم ينسكنه وما تبقى منهم ديناصور حطت الفريسة فوق الحجر ومشى وهنا سبيكرز خرجوا ومشى لهذه الفريسة يأكل منها حيث حال هذه لا يوجد شيء وتم وقف عليه تيريكس وتبعه ولكن قدر يهرب قبل أن يأكله حتى هو مرمده ستربع سنين على هذا الشيء سبيكرز كبر ولكن حجم مقارنة بالتيريكس كان صغير بثاف يعني ما زال ما يقدر يواجهه أما ديناصورة تيريكس ما زال يفردون السيطرة ويقتلون جميع الفصائل الثانيين من جهة أخرى كانت تقبيلت ديناصورة اللي عندها القرون دائرة منافسة بين بعضياتهم اللي خسر في المنافسة سيخرج من القبيلة وما يبقى معهم والذي يربحه والذي سيحكم بدأت المضاربة وفش خسر واحد خرج من القبيلة وقصد الغابة في الغابة كانت تيريكس في إمتى يدخل ويتفرز لأنه يصيده حتى يكون بوحده وهنا تيريكس تلقى بأحد ديناصور مفاصيلة أخرى هذا الديناصور يكون لديه مخالي وكبر بثاف وإن يغرسهم في شيء ما يختارقها تيريكس حدث معه جيداً ولم يريد خطوة التي تجعله يأتي وسط المخالبه يبقى يتلعب بيه حتى يغرس المخالبه في الشجرة فهوحلول له ولم يبقى قدر يخرجه منها ثم تيريكس جاء له قتله وخد الجدة له ومشى للجبل في نفس هذا الوقت جاءت أنتا مفاصيلة ترباصور واسميتها بلو وحتى هي كانت جيعانة وجاءت تاكل من الفريسة تيريكس ولكن خافت وتراجعت من بعد جسبي كرز سرق شوية من هذه الفريسة وهرب قبل ما يشوفوا تيريكس تبعاتوا بلو وهو أعطاها التاكل معه حتى تبقى فيه ومن ثم أوله وصحاب وقروا يبقى وعايشون مع بعضياتهم هم اختروا بلوصة بعيدة على الجبل تيريكس لكي يعيشوا بعد مصدع معه دوزوا خمس سنين وهم بجوجه وكانوا يصيدوا يتعاونوا بجوجهم ويطبقوا خطة خاصة سبيكرز والتي هي واحدة يشتت انتباه الفريسة والآخر يهجم عليها هكا عاشوا حيات زوينة حتى الواحد النهار الضيناصور تيريكس عرف هذه المنطقة واخدناهم بجوجه فجالهم لكي يأخذها منهم هم بغوا يدافعوا على رأسهم ولكن كان حجمهم صغير مقارنة به ولم يستطيعون عليه فقرر سبيكرز ينساحب ويجعل لها البلاصة حتى يتخاف يقتل وبلو ولكن وخهاك سبيكرز استغلت فرصاته بدأ يستفز في تيريكس ويجعله يجيهته واستدرجوه حتى يجعله يزمنه واحدين حتى يجرى ما يمشى عليه تيريكس غير حتى ترجله ويجعلته لا يستطيع أن يتحرك وهنا سبيكرز وبلو فرحوا بهذا الإنجاز وبدأوا يحتفله ولكن لم يكملت فرحتهم حتى تيريكس خرج رسومتين وجاليهم ولكن من ظهرهم قدروا يهربوا منه هما بقوا هربانين حتى يجعلوا راسهم وسط أرض بحل السحرة وقتلهم غير الجوع ولم يجعلوا حتى حاجة يأكلوها بلو عيات كثيرة ويجعلت قدر التحرك سبيكرز يشجع فيها حتى ناضي تكملت معها الطريق وبقوا هكاك 4 أيام ديال المشي عد شفوا واحد المجموعة من ضيناصورات غادة في الطريق لشيبلاسة وهم تتبعوهم حتى وصلوا للبحيرة من انقصوها كانت سخونة فدخلوا يرتاحوا فيها من العيادة للطريق وفشل قوم انتقى فيها الغابة قروا يسكنوا فيها وكانوا معهم ديناصورات أخرى عايشين في نفس البلاصة ذهب 16 سنين على هذا الشيء وسبيكرز دابوا في عمره 20 عام وكان ما زال عايش في هذه البلاصة معه بلومور مبنى ودارهم وكيتسنى وحتى موليداتهم سبيكرز كبير وصحاح ويقول لك يصيد بوحده الفرائس بطريقة احترافية ولكن هذا السلام لا يمكن أن يكمل عليهم حيث تيريكس عارف بلاصةهم وجاء لهم معاود وهو طلع فوق الجبل ورمى حجرة كبيرة كنت سيأتي على بلو ولكن رأيتها سبيكرز وجد في عام طريق الحجرة قبل أن تضح عليها هنا الحجرة جدت في سبيكرز فرماته حتى تلح في الواد وغرق تم تيريكس أخوات له الطريق حتى يدزل بلو الذي يلقى هذا ضعيف حتى يتحاملها ضربها طيح هافلارد وحتى كان علينا يقتلها ولكن في آخر لحظة خرجت سبيكرز من الواد وهو غير شاف بلو طيحة في الارد تفكر مولي كانت تحتها هي قدم تيريكس سبيكرز تأصب بثاف و لم يكن لديهم حتى تلح على تيريكس وشدهم عن قوشة صحيحة وبها قدر يشلل له الحراكة ووضعوا إلى عوجة في طريقهم سيقتلوا أهنا تيريكس خافوا بشبه حاله وكانت هذه أول مرة حيوانا ولا ديناصور يغلب تيريكس ويهده من بعد سبيكرز أخذ بلو ومشاو بعيد من هذه البلاصة عاود حيث بغاها تولد في سالم بلا مشاكل مرشيامات بلو حطت بيضاتها وكانت أكثر بثاف ولكن بسبب الطقس الخائب تهرسوا لهم البيضات كاملين وابقوا غير ثلاثة من انفقوا وخرجوا الوليدات كان واحد فيهم يشبه بثاف الاسبيكرز وفيه نفس البوقع ونفس الشكل لديه الجلد وهم اسموه سبيكرز جونيور مرمدازه الشهورة والعوامات بدأ يسلل العصر الطباشيري بسبب عوامل الجو لتغيرات الحرارة التي ارتفعت هذا الشيخ لم يتبخروا وبدأوا الأراضي يجفوا وبسبب هذه التسلسل حتى سبيكرز وعائلتهم لم يتوقعوا القول فرائس ما يأكله حيث الحيوانات بدأوا ينقارضه في واحد النهار أولاد سبيكرز جاءوا يأتيوا عندهم خايفين حيث الأرض تزعزع بهم بحل زلزال هنا سبيكرز رأيت البركان الذي كان قريب من الغابة تفرقوا وشعلات العافية في الغابة وقع الحيوانات هربت من ثمة حيث الأراضي كانت قريبة من البركان سبيكرز قد أمرت أولاده وهربوا أحدهم من بلستهم تزعزهم النافق ولكن طاحت حجرة على واحد من أولادهم وقتلاته وعاود طاحت حجرة أخرى على بلو ولكن التربة غير في رجليها وهم رجعوا أكمل طريقهم مع مجموعة كبيرة من القاطع الديناصورات كل شيء كان هربا من البركان حيث يحرق المنطقة كلها وخصهم يبعدوا منه على قد ما قدره هذه الرحلة سيأخذ فيها جوجة السيمانات ولكن في الطريق كلها لم يكن أي شكل القوم يأكله ولا يشربه وكل شيء بدأ يعييه ويطاع بالجوع والعطش وكان في مطع شيء يستطيع أن يحرك كانت أحصل فصيلة الفليوس ويأكله قليلا قد أطعت بلو ما يبقى فيها الذي يزيد بسبب الضربة التي تفرج لها سبيكرز وولاده وقفوا معه ويشجعوها لكي تكمل معهم الطريق هنا هذو الفليوس رأيتها ويقربوا منهم قليلا سبيكرز يريد أن يوقفها لكي تكمل ولكن الذي أعطى الله أعطاه بلو ما يبقى فيها الذي يحرك شيء أعظم فقالت لي أخذ الأولاد وسير أعطقهم هنا الفليوس بدأوا يهجموا بغين يأكلوها سبيكرز لم يخلهم وبدأ يقتل فيهم ولكن العددهم كان كبير وكانوا يمشيون لي حتى أولاده حيث يباني لهم صغر كثيرا وفي هذه اللحظة ماتس بلو مسكين قبل أن يقيصوها سبيكرز حزن كثيرا عليها ولكن عرف أن هذا هو الوقت للحزن حيث ما زال عليهم سؤولية أولاده وبجوجه وخصوا يعتقهم هو أخذهم وتبع الطريق مع القاطع ومساكن شاهدوا الفليوس كيف تجمعوا على الجثة البلو كلاوها القاطع مرمى ضربوا جثة سمانة المشي وصلوا للبلاثة التي خاصتهم يقطعها لكي يوصلوا للواحة ولكن الطريق الذي سوف يدوزه منها جزء بين الجبال وفيه طريق طيقة تحت منه كين واد يعني خطوة واحدة غلطة تطيح في الواد من جهة أخرى هذه المنطقة قريبة من المنطقة تيريكس ولكن القاطع قرر يخاطر حيث لا يحتاج إلى الآخر دخلوا للجبل وتمحصوا بالحركة تيريكس وفعلا هجموا عليهم لكي يقتلوهم كاملين الحرب بيناتهم كانت كبيرة بثاف وهذا تيريكس من انشاف الحرب الكبيرة عليه والتغلب ومشى الولاد سبيكرز هو قدر يرمي واحد في الواد فجأة سبيكرز تضمن عن قوة محته هو ولكن قبل أن يطيح جرّ مع ولده الآخر سبيكرز تلاح تبعهم لكي يعتقوا ولده من انتلاح بدم ضرب مع تيريكس وسط الماء وبسبب الدم الذي يخرج منهم ديناصورات المائية من مترح الدم وجدت لهم هنا سبيكرز كانت كي ورمت تيريكس في طريقة ديناصورات يأكلوه هذا سلام معه وإن من الديناصورات كاملين هو لم يأخذ ولده الذي سيغرقه وضعه فمه وبقى يعم به جهة الواحة ولكن عيب العمان وبدأ يغيب فشفاق القراسو تلاح للواحة مع ولده ففرح بالزاف حتى على الأقل بقى له واحد حي وقرر في التاليس كان هنا مع ولده في آمانم ومساله من الخطر ريال تيريكس وهنا تسأل الفيلم دينا نتمنى الملخص يكون أعجبكم وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايتا وديروا اشتراك باش تفرجوا في الملخصات الجاية تهلاو وانتلاقوه في الفيديو الجاي